حاجة برضو حاجة غريبة جداً حصلت يمكن من شوية صغيرين يعني شكبالة عمل بيان كتب كلام في البيان ده حقرات طبعاً لحضراتكو لأنه هو طبعاً كلام في منتهى الخطور أصدر محمود عبد الرازي شكبالة لعب نادي الزمالك بياناً نشراه عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي جاء نص البيانة على النحو التالي طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يوماً لعباً محترفاً بل اعتبرت وما زلت أعتبر نفسي ابناً من أبنائه الأوفياء وواحداً من جماهيره المخلصة وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات حباً في كيان يعيش بداخلنا منذ فترة قريبة كنت قد وقعت على بياض مع المسؤولين عن إدارة النادي ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائياً في موقف صادم بالنسبة لي لست نادماً على حبي وتضحيتي ولكني نادم على ثقتي في من خان الأمان طبعاً يمكن طبعاً كلام كبير جداً وكلام خطير وموقف زي كده طبعاً شيكبالا مش هيعمل البيان ده إلا إذا هو لقى أن فيه حاجة غريبة وفيه حاجة مش مصبوطة والموضوع دوت يعني طبعاً محتاج توضيح وتوضيح ضروري جداً لأنه بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز هو شيكبالا بيقول أنه هو شاف أن العقود تلعب فيها يعني تلعب في الأرقام وتلعب في بنود وده ما كانش متفق عليه وده اتهام خطير لناس كتير يعني إحنا يعني ما بنتكلم شيكبالا مش موضح أشخاص بعينها فلازم يبقى فيه توضيح للكلام ده وأعتقد أن شيكبالا يمكن الموضوع ده لو تعمل مع أي حد هو ما ينفعش أصلاً أن يتعامل مع أي حد ولكن حتى لو تعمل مع أي حد ما يتعاملش مع شيكبالا شيكبالا أسطورة من أساطير نادي الزمالك ويجب احترامه يعني أنت شيكبالا ده لازم تحترمه وتحطه في حتة تانية خالص لأن كل الكلام اللي بيكتبه في البيانة نتفق عليه أنه ما بيتعاملش أنه هو العقود محترف أنه ابن من أبناء النادي الزمالك كل ده أنا عارف ومتأكد أن شيكبالا يقصد كل كلمة بيقولها تكون كلمة حب تطلع في اتجاه نادي الزمالك أو ناحية نادي الزمالك هو فعلاً بيقولها من قلبه فطبعاً الكلام ده مش مظبوطة لما يتعامل مع شيكبالا الكلام ده يهز ثقة اللعيبة كلها فإنه ممكن أي وقت أي لعيب يحصل معاه نفس الموقف ده إذا كان بيتعامل مع الكبير تميمة من تمام نادي الزمالك أسطورة من الأساطير شيكبالا فطبعاً لما يتعامل الكلام ده فالكلام ده أعتقد أنه طبعاً لازم نعرف مين اللي عمل كده وأعتقد المستشار مرتضى منصور أكيد مش هيبقى حابب الكلام اللي كتبه شيكبالا ده خالص وأكيد هيشوف المشكلة فين ومين اللي تسبب فيها لأن طبعاً المستشار مرتضى منصور غير حبه نادي الزمالك معروف عنه أنه عنده حتة زيادة دايماً لشيكبالا وبيحب شيكبالا وماعتقدش أنه هو يرضى خالص أن نجم من نجوم نادي الزمالك يحصل فيه كده